حول الموضوع نبلنا عبر الأقمص صناعية من تونس الأستاذ علي العلاني الخبير الجماعات المتشددة في شؤونها إذن من تونس أستاذ علي مساء الخير أهلا بك معنا محاولة بأت بالفشل لإعادة مخطط شبيه لما جرى في بن جردان من جديد في الجنوب في البداية ما تفاصيل العملية المحبطة؟ من أين أتى مقاتل داعش؟ ماذا كان هدفهم الرئيسي؟ مساء الخير أعتقد أن العملية الأخيرة التي كان داعش يهدف من ورائها إلى مخطط كبير اتضح بعد أن تم القبض على عناصر من هذه المجموعة هذا المخطط يهدف إلى إقامة إمارة داعشية في منطقة أو في معتمدي ترمادة يعني هي شبه محافظة في الجنوب التونسي وهذه الإمارة أرادوا أن يركزوها على غيرار محاولة إقامة إمارة كما ذكر تقريركم في آذار مارس 2016 والذي فشل في بن جردان إذن المخطط هو أن هذه العملية أولا تعداد أفرادها بدأ بـ 22 فردا الذين تم اعتقالهم خمسة أفراد الآن وخمسة عشر موجودون في التراب الليبي وكان هناك تخطيط على أساس أن يتم إدخالهم سرا وبدأوا بإدخال بعض المعدات وكانوا ينوون الإدخال أحزم ناسفة ومسندسات كاتم صوت وكانوا يريدون أن يركزوا هذه الإمارة في منطقة رمادة على أساس أن وضعهم في ليبيا أصبح وضعا صعبا أي أن داعش التي خسرت الأرض في العراق وبدأت تخسر الكثير في سوريا وبدأت أيضا تحاصر في ليبيا هؤلاء ربما وجدوا أنفسهم مجبرين على أن يتحولوا إلى تونس ولكن على أن يسيطروا على جزء من ترابها باعتبار أن داعش تختلف عن القاعدة في أن إمارتها أو تنظيمها يجب أن تتوفر له رقعة جغرافية وبالتالي كانت هذه العملية محظر لها في الحقيقة منذ حوالي ثلاثة أشهر نعم طيب استنادا لما ذكرته وطبعا لما نعلمه من خسارات منيبها داعش في العراق وفي سوريا حتى في المكان الذي أعلن منه خلافته المزعومة واعتبره مسقط رأس دولته المزعومة خسر داعش إلى أي حد يستطيع الآن أن يتموضع سواء في تونس أو في المغرب العربي من نظر إلى كل هذه الخسارات في العراق وفي سوريا يعني هو داعش الآن يبحث عن ملاذ جديد هو خسر موقعه في الشرق الأوسط بامتياز وهو حتما سيخسر ما بقي له من نفوذ ومن رقعة جغرافية في الشرق الأوسط في سوريا وفي اليمن وفي تقريبا كل بلدان الشرق الأوسط بقي الآن يريد أن يجد ملاذا في منطقة شمال إفريقيا وغرب إفريقيا والساحل الإفريقي أي منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل الإفريقي وبالتالي يعتقد تنظيم داعش أن أسهل طريق له هو أن يستغل الفراغات الأمنية الموجودة في المنطقة أو في القرى الإفريقية الآن مع الأسف يعني ليبيا رغم أنها بدأت تتعافى من مشاكلها الإرهابية نجد أن هناك بعض المناطق التي لا تزال غير مراقبة وبالتالي هؤلاء الإرهابيين من داعش حاولوا أن يقوموا ببعض التدريبات في بعض المراكز الليبية ويدخلوا عبر التراب التونسي ولكن بطبيعة الحال هذا الكشف لمخطط داعش هو أولا دليل على أن هذا التنظيم لم يعد يجد الطرق الآمنة لكي يستقر فبالتالي كشف هذه المجموعة عن طريق ما يسمى بمقاومة الإرهاب الإلكتروني هو انتصار كبير للاستخبارات التونسية ثم ثانيا هو فشل ذريع لداعش التي لم تجد حتى إمكانية أن تجمع الحد الأدنى من عناصرها الإرهابية للتحول إلى تونس المخطط كان إدخال تلك التجهيزات الإلكترونية والأسلحة عبر المهربين وهنا نلاحظ أن داعش ما تزال تستعمل الأساليب القديمة وهو الاعتماد على المهربين والاعتماد على الخلايا النائمة ولكنها اصطدمت في آخر المطار يقضت الجيش التونسي طيب استنادا إلى كل هذه المعطيات وإلى هذه الإجراءات الأمنية المشددة هل من مستقبل لداعش في تونس أو في المغرب العربي أعتقد أن مستقبل داعش في منطقة المغرب العربي أصبح صعبا ربما ستكون له بعض الصولات والجولات في غرب إفريقيا نظرا لتحالفه مع بوكو حرام في نيجيريا ولكن بالنسبة إلى شمال إفريقيا أعتقد أنه بدأ يخسر قواعده أولا خسر قواعده في سرد وثانيا خسر قواعده في بنغازي بعد تحرير بنغازي من طرف الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر خسر قواعده حتى في الغرب الليبي هناك الكثير من رموز داعش الذين تم القضاء عليهم عملية سبراطة وغيرها الآن بدأ داعش يجد مخاطر كبيرة في الانتشار وبالتالي عمليته داخل التراب التونسي أو محاولة عمليته هي عملية في الأصل فيها مغامرة كبيرة وهي انتحارية وبالتالي لم يستطع هذا التنظيم أن ينغرس في تونس خاصة وأن الآن هناك تنسيق كبير بين تونس وبين الجزائر وبين ليبيا في متابعة تلك التنظيمات المتطرفة وأعتقد أن مستقبلها سوف لن يكون مستقبلا جيدا ربما التهديدات الإرهابية التي ستبقى في شمال إفريقيا مدة من الزمن هي تهديدات القاعدة أكثر منها داعش داعش الآن في طريقه إلى خسارة كبيرة لموارده المالية لرقعته الجغرافية وأيضا لتنظيماته وخلاياها النائمة الآن حتى تلك الخلايا النائمة تكاد تكون يوميا أو كل أسبوع يتم الكشف عنها سواء في تونس أو في الجزائر أو في ليبيا وبالتالي لا مستقبل لداعش في المغرب العربي شكرا لك سيد علي العلاني خبير في شؤون جماعات متشددة من تونس كنت معنا عبر الإقماع الصناعية